يساعد لكل أوقاتكم يا رب حباي بقلبي وإن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب اليوم إن شاء الله بدي أعمل أكلة هي مقلعة السعادة بالنسبة إلي بحب أعملها ساعات على الغداء وبحب أعملها ساعات على الفطور فيكنتوا عملوها كمان على العشاء كتير طيبة وما بتاخد معكم وقت ومكوناتها بسيطة يعني وموجودة بكلبات أول شي حطيت هون قطعين من الزبدة استناتهم لحتى ساحو وبعدين هون كنت من أشرب بطاطا حبتين ومقطعتهم هيك دوائر ويفضل تكون الدوائر تبعا ما كتير يسميكة يعني يكون نقوسط وبعدين هلأ هون صفيتهم هيك فوق الزبدة حاخليهم هلأ هيك شوي لحتى ياخدوا بس تحميرة من تحت وبعدين رح أقلبهم كمان على الوش الثاني ياخدوا كمان تحميرة هلأ مثل ما أنتوا شايفين صفيتهم أنا بهذا الشكل ورح أحرقهم هيك هزة بسيطة بس من المقلاية ورح أتركنوا شوي وبعدين رح أقلبهم هلأ هون عم أقلبهم شوفوا ما شاء الله عم بخليون ياخدوا بس تحميرة بسيطة من تحت ورح أقلبهم لحتى ياخدوا الوش الثاني مثل ما أنتوا هيك شايفين حبايب قلبي والبطاطا هيك رح تستوي معكم يعني لا تخافوا أنوا تفكروها نية لأ هي حتستوي لأنه شرحاتها مكتير اسمي وعندي هون حبتين من البنادورة قشرتهم وقطعتهم كمان دوائر بهذا الشكل مثل ما أنتوا هيك شايفين وبعدين رح أصفهم فوق كمان البطاطا رح أحطهم هلأ هيك مثل ما أنتوا شايفين كمان بنفس دويرة البطاطا رح أحطهم على عد داير كلها من حلاوتها الأكلة معرفة شو بدي سميها امتسميتها مقلعية السعادة إن شاء الله تعجبكم يا رب حبايب قلبي وتجربوها وتقولولي رأيكم فيها وبعدين هلأ هون رح أغطيهم وأتركهم شوي يعني تقريبا دقيقتين وبعدين رح أفتح عليهم هحط هلأ التوم اللي متل ما أنتوا شايفين كمان عندي هون توم مقطعتهم هيك كمان دوائر رح أحطهم هلأ فوق البنادورة والبطاطا كمان رح أغطيهم شوي وبعدين هلأ هون رح أضيف فوق فلافلة فيكن تحطوا الفلافلة حلوة أو فيكن تحطوا متل ما أنحطيت فلافلة حدة كمان حطوها بتطلع كتير طيبة كمان قطعتهم متل ما أنتوا شايفين دوائر وكمان حطيتهم فوق البطاطا والبندورة كمان رح شوي أتركهم هلأ لحتى يستووا شوي وبعدين رح أضف لهم ملح ورح أضف لهم كمان فلفل أسود كمان رح أضف لهم شوية كاري ورح أتركهم هلأ شوي لحتى يستووا وبعدين إن شاء الله رح أضف بقية المكونات اللي عندي أكل كتير سهلة وبسيطة ومتل ما قلت لكم فيكن ساوة على الفطور أو فيكن ساوة على الغداء على العشاء أو كنتم مستعجلين ومتنتم تاكلوا كتير طيبة وإن شاء الله حتعجبكم وهلأ هون عندي ثلاث حبات من البيض حطيتهم متل ما أنتوا هيك شايفين بصحن وضفت لهم الملح وضفت لهم كمان فلفل أسود وبعدين رح أحرقهم هلأ كتير منيح هكي مع بعض لحتى بس الملح والفلفل يجانس بقلب بعضه بعدين هلأ هون رح أضيفه فوق الباندورة والفلفلة والتوم والبطاطا رح أضيف هلأ البيض هحطهم هلأ هيك متل ما أنتوا شايفين على داير المقلاية وبعدين هلأ هون رح أغطيهم وتركهم لحتى يستوي البيض هلأ مثل ما أنتوا شايفين هون حبايب قلب يستوي عند البيض وبعدين هلأ هون رح أضف له جبنة موزاريلا تعطيها هاي طعمة كتير كتير طيبة آخر شي بعد ما تسيح الجبنة الموزاريلا بتصير طعمتها كتير كتير طيبة هلأ مثل ما أنتوا شايفين هيك حبايب قلب رح أغطيها وتركها بس دقيقتين لحتى تسيح الجبنة وهيك بتكون أكلتي صارت جاهزة شوفوا ما شاء الله شكلها ومنظرة بياخد العقل وطعمتها وريحتها بتشهي القلب وقدمت هون معها فاصولية هون مكدوس الفاصولية أنا كتعاملته بفيديو سابق وهون كمان عندي مكدوس البيتنجان كمان عملته بفيديو سابق قبل هلا وهون عندي إم زيتون كمان أنا مخللته وعملت له فيديو إذا بتحب تشوفوا الفيديوهات فوتوا على قناتي وشوفوا إن شاء الله هتعجبكم حبايب قلبي وهي الخزين الفاصولية كلها والزيتون بتعود معاكم من السنة للسنة وما بصر لشي وبتطلع كتير طيبة وهلأ هيك صارت وصفتي جاهزة للأكل شوفوا ما شاء الله شكلها وريحتها بتاخد العقل أتمنى منكم حبايب قلبي تجربوه إن شاء الله هتعجبكم وإذا عجبتكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك وإن شاء الله التوفيق للجميع يا رب اشتركوا في القناة